يا جمالهم كبرتوا في عيني يا لباكم نقولوا الحكاية ألف ليلة ليلة أنا دائما نقولوا بلي أنا اسمي الحقيقي فاطمة الزهراء وشهرزاد هو اسم الشهرة واسمي اللي نخدم بيه كي بديت بداياتي خصوصا خلال حصة للمسا الشهرزاد اللي عافوني فيها الناس الناس عرفتني باسم شهرزاد شهرزاد جا كي بغيت نبدي هاد المهنة وطلبت من زوجي أعطيني اسم بلوغ ممكن نسمبيه قال لي حلوتك وكأنها سيكمسي سيستدي جوايو سيكمسي كأنها جواهر جواهر ألف ليلة وليلة سميها لجوايو شهرزاد ونقول لهم من تم مكينة زادت زادت شهرزاد وحكاية شهرزاد ودوكل اسم هادا يؤثر على كامل حياتي حتى الحساس اللي نقدمها نبغي نحكيها لأنه بالنسبة لي لما تحكي أي شي حتى لو كنتي الطيبة رح تقطري وهذاك الإنسان أكتر شي اللي كنت نديره كذلك في الموقع انتاعي كيتشوفي وصفة هذيك الوصفة نبغي نعطيها روح حكاية كان أطباق رغم بساطتها متعلقين بها لأنها تفكرنا بشي مثلا تفكرنا بذكره معينة دونك وي شهرزاد تحب تحكي حتى الطفخ اللي تقدمو دين فاصون دين نديره تكوني أنا ندون بشخصيتي كي من هك أي حاجة حتى لو كانت بسيطة نشوفها جميلة وحنها رحت الإنسان إنسان عزيزي عليها قلت لي الحاجة اللي تميزك وهاي قالت لي قلت لي قلت لي نشوف العالم بعيون طفلة صغيرة دونك أي حاجة نشوفها حتى لو كانت بسيطة ننخلع فيها وكأنها حاجة عظيمة وهذاك هذا الإنسان اللي قالي قلت لي يعني كي نشوفك تشوفي في شي هذا المكان بالنظرة تاك وكأنه يتحول العالم آخر يسي بغيم أنا جونسافي باك جيتي كمسا يطرق جميل أنك حتى لو مثلا نعطيك مثلا أنا بجمعها في طابلة قاعدة في الأرض على هذه دورة وقامي بيت بطوماتيش يمكنني أن أرى سيبلا لا لا اللي قالت لي قاعدت على مساكن وكأنني في قصر والقاعدة عندها حلاوة أكثر من لك قاعدة مثلا في أوتيل 5 أتوال خمس نجوم وحاطي لك أرقل المطابخ لماذا قلت لي أنك تشوفي العالم بهذه ألف ليلة وليلة وتشوفي بعالم جميل وكل شيء ليس بقيمة الأشياء التي تدري فيها ولا بقيمة الأشياء التي تشوفيها ولا تأكليها ولا تخذني فيها ما تشوفيها؟ منظرتك القيمة التي تعطيها لها أكيد أنا أحب لي تشوفي ونظن باللي مثلا حتى لو كنت يعني كيت تحكي على ألف ليلة وليلة تسكيش فيه لأوراكونت غايزة مدرت حصة شهرزات في قلبي الجزائر حكيت الجزائر بين الأشياء اللي مثلا حبتها ضرك وحابة نخدم عليها وقاعدة نخدم عليها منذ سنوات هي تاريخ الطبخ الجزائري وحكاية الطبخ الجزائري لونك شهرزاد راح تكون شهرزاد ألف ليلة وليلة وشهرزاد وفاطمة الزهراء هما أولو شخص واحد وحكاية واحدة لأي عمل ممكن نخدم فيه لأي مشروع ممكن نخدم فيه تسيبيهم الاثنين مع بعض عاوي باش توصلي المعيدة الرجل القلب الرجل فوتي بمعيداتها عاوي معينة هادي أكيد لن يسعرون مفاتيحهم لن يكون مفتاحاً سيكون مفتاحاً سيكون مفتاحاً لأنه يوجد مباشرة تحضره في الوقت المعيدة تحضره شيئاً وهو يحبها حتى لو كانت بسيطة حتى لو كنت بسيطة وعندما كنت أكلها كنت أصبح لا أكلها لأنه يحبهم لا نحب بوزن لوف من طيبه حيث مثلاً هذا مثل مثلاً جسيب لي هذاك لنهار ما راش مليح لقد قلت له شيئاً التي أحبها لذلك الحمد لله الحمد لله هادي حكيتي على المودستي بسكن ما قلناش عليها شوف أنا أقول لهم بسكن بين الانتقادات الجيني على مواقع التواصل الاجتماعي زواخة حسب روحك بلاك تشوفها في طريقتي في الكلام أنا المشكلة نقول لهم لأنه ممكن تكون كلمات فرنسية ممكن تكون كلمات عربية ممكن تكون خلطة لهذا ممكن تكون لكنة حاجة جايبتها مثل مثل حاجة موهرة أنا ذلكي من هاك أنا قادة نقود معاك الشياتك اللي قالك يبات مع الجاجي صباحي قاقي نقود مع واحدة جيجلية سيمانة أنا أولي نحضر كيفها عادي بالنسبة لي هذه كانت تضرني يقولوك زواخة ما نحبش هذه الكلمة لأنهم قلت لهم أنا عندي عيوب لايبارك ما نحبش التكبر وما نحبش الزوخ على الناس بسكن أعتبر بلي أي شي أعطاهولك عندك فيك هو هبام عند الله سبحانه وتعالى دونك الحمد لله أكتشف بلي عندي موهبة وعندي نفسي مليح في الطبخ وقادرة مثلا نشوفها نقولوك هذي الوصفة سيلي بيان كونستويتو با وكين ديرها تطلع ما شاء الله ونحط لها نحط لها نفسي نحط لها نفسي ونحط لها ونحط لها والحاجة اللي فيها اللي بالك فيها مليحة والحمد لله اني ما نحصلش روحي في مطبخة نحب كل مطابخ خصوصا لمطبخ الجزائرية ومعتزة بهم كامل ومتفتحة لكل مطابخ العهلة ما عنديش مشكل نكتشف مطبخ فلاني ولا مطبخ فلاني ونستلهم منها أشياء اللي ممكن ندخلها في مطبخ الجزائري مثلا دونكوي ليوصولي لقلب الرجل تفوتي بلستماتيعة دجان حبو أنا مقول وما جيبا قونتها لديها باللي تربيت على يدو حتى في الأوقات اللي نحسو نحسو أنا نجيس معايا نحسو صعيب وزعف على باطل وراهي حقرفية لا أعرف سيكون نكتشف من بعد ولا مثلا قال لي ما درجك لكل حاجة نكتشف من بعد باللي يديرها المصلحة دك مرات مرات ما تبالك باللي ويزا وجكر حقارك مننا بخفوة سبات سبات يجوغلك ممكن يقولك ما درجك لكل حاجة ماشي باشي 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 كسرك باشي للمصلحتك دوك أنا نقوله شكرا لانك في حياتي بالك حياتي ما كانتش رح تكون كمعرا هادروا كمو كنتش نتفيها شكرا لانك أحسن أب لأولادي جو غيبا بشوازي عني بسك قبل ما تزوج أنا جتي واحدة صراحة كي تي كنتخي 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 ومنا بشك بالنسبة لي هاكا فراسي فارس إحلامين هالي يجي الوقت غادي يجي وغادي يتطاب الطريقة اللي تلاقيتها زوجي طريقة تقري طريقة تقريديا للغاية يعني تحا نزوجي عارفونا ما عرفتو ما هو له اول لقاء كان بناتنا قلت بلي سيسكي المفون انسان اللي لازمني لأنه أبهرني ثقافته أنا ممكن واحد ما يبهرني بزينه ولا بماله يبهرني الرجل المثقف واللي عنده كاريزما قبل ما نزوج كانت بالنسبة لي أهم شي في اختيار زوج المستقبل اللي نشوف فيه قبل أولادي لأنه ما حش تربي ولادك دي بيدرالي ما حش تربيهم واحدك لازم لك واحد اللي ممكن يحاولك في تربية أولادك أحسن تربية دو بالنسبة لي شكرا لأنك قبل أولادي لأنه فعلا أولاد دي اللي راهم دروك كيما راهم وأنا فخورة بيهم إن شاء الله يا ربي نقول فخورة بيهم لأنه انت تاني بهم دوك فلا نحن تربي بالنسبة لي كيما قدرت ملتين ومبعدا كيما حبست ومبعدا كيما خبست ومبعدا كيما تربي وكيما يقول لك بل كيما قلق وقتك ومبعدا كيما قلق وكما قلق من قلق اذا كنت تربي ولم خريطي لا تقلق في المهنا اللي قلق فيها هذه الفترة ستنفعك دون فاسون أو دون نطر بسبب قرية ملتين فرصمان نعرف نفرق بين حاجة مليحة ومشي مليحة ونحن نعطي كوزين كي سوا إكيليبري كي سوا سانية وممسي ما نخدمش في هاد الأمور يعني ما نشي معروفة في الطبخ الهالتي لكن بور جيري تا كاريير تا انسخي سينتيفيك تدير مارك شغل طيبي تا انتخان جيري كاريير تا انتخان جيري كاريير تاك بطريقة مهنية يعرفك شو تديري ولا شو تديري ومعروفة في الطبخ الهالتي تا انتخان جيري تا انتخان جيري يعني ما تخافيش انو كي تجي حاجة تديريها تجربي رحك فيها وتعطي لنفسك تدوني كل موان باش تنشحي فيها لانتخان جيري سهل حتى لو الغالب وانتخان جيري وانتخان جيري من أكبر تحديات هنا في جزائر انك تقريق حياتك بالعربية بين ليلة وانتخان جيري وانتخان جيري بالفرنسية سببه هسيل انك تديري مهنة صغيرة كما هذي بلغة انت مشي متمكنة منها كوني ديرت نحن التنشيط للتمثيل كوني ديرت تمثيل كوني تخلطي كوني ديرت كوني ديرت حسين اكتفيتان بعد كوني ديرت كوني ديرت كوني ديرت حساس مهنة منتجة حساس لأنني نتعي القنوات كبيرة كان عندي تاني تاني غيستوران دونك تفهم أنا نحب لتشارج ما نحبش نقعد دون جنزان دي كنفور باللي أنا قاعدة فيها وصعي ندرغيها دي وصعي الناس اللي يقول لك باللي ألا تخلطي وديدي إلا إلا أنت عندك الحب والرغبة أنك تجرب يروح في حاجة أخرى جرب يروح في حاجة أخرى يا خابت يا صابت يا خابت ما عندي جو خوك عندي إلا أنتي في زا في دي مو أنا بالك أكثر واحدة تنتقد نفسها هي أنا كل ما ينتقدوني من الناس دجا أنا أنتقد نفسي شفتوا حيث حاجة ونجحت فيها تبارك الله شفت باللي دي كالحاجة نانج كاتش حاجة مليحة كتخلت لها ما نقول جربت سيبا بور مو تتوى دونك تمثيل بلك بلك لا منش عارف بلك دي بلك دي الفرصة أنه يعرضوا علي دور نحسوا نحس بفيه رسالة الحاجة المهمة بالنسبة لي قبل ما ندير أي مهنة أنك علاش رك يديريها والأي هدف رك يديريها أنا مثلا من خلال المهنة التاعية دورك وبين الأهداف النبيلة اللي حابة نخدم عليها اللي قاعدة نخدم عليها مثلا ويتحابة نخدم عليها ونزيد نخدم عليها ومشور مزال طويل هي تدوين وتعريف المطبخ الجزائري والهوية الجزائرية إلى مثلا تعرض علي دور اللي غادي يقيم الطبخ الجزائري ويقيم الهوية الجزائرية ويزدر وجهها كتر بوكوبا بس كو رح تكون في نفس السياق تعالشي لاني نخدم له قادرات صنعي قادرات صنعي جدودنا الطبخ نتاعنا أنا بلوجيوخ كيزين في الجزائر عدنا عيدة مطابخ الطبخ نتاعنا نتاع للمناطق اللي كانت نائية وكانت فقيرة رغم ذلك كانت من أجمل الصفرات اللي كانت تنحط يعني الميزة مش شيفوش عندك إمكان يدباش طيبي الميزة فوش وش قادرة كيفش قادرة تبدأي مشي مشي صغير هناك تقولي مثلا ندور وحدة ما عندهاش مدابية هذك الدور يكون وحدة كياريفاس ديبويه حتى بأبسط الأشياء ممكن يكون دور ممكن يكون دور انتاع وحدة رغم بساطة العيشة اللي عندها والإمكانيات القيلة اللي عندها تتحدى الظروف وتظهر نفسها وتبين نفسها ويضا يقول طيب لولادها شي بسيط تبين لهم باللي حتى لو حتى لو إمكانيتهم بسيطة صانعت لهم عالم جميل اللي ما يحسوش باللي الدنيا ماعطيتهمش ولا الدنيا راح عقرتهم هي كيفاش تصنع عالم لولادها وكيفاش هذيك المرأة رغم بساطتها قدرت تثبت نفسها من بعد وقدرت تطور وقدرت تخرج أنا نتمنى هذا الشي لكل كل المرأة وكل جزائري لأنه أنا نهضروا مع أحباب نجم هنا الجزائري أنه حتى لو الدنيا دورك راح غابناتك والضروف راح غابناتك وبينتلك باللي وعلى أنتي محقورة في الدنيا ومعندك زهر ومعندك باللي رغم كل شيء أكيد كون يكون تقبة جدها كيفاش فيها ضو أكيد راح كاينة في حياتك دوري عليها وتبعيها ورح تسيب ترقيك ورح تسيب أنتي فاش ممكن تحقي داتك بطريقة أو بأخرى ببالك ممكن يكون دور كما نحاك ما كاش وصفري طيبوها ومقولوا بعيزان في كنا صغار كنا نخرج نحن نعيط لها الحواسع نخرج ومسكو كان كان الخضار اللي بارك كنا نلقتوز الخبيز الخبيز نبخروا نقطعوا نبخروا هنديو لشوية كم ونشوية وموكونا رح تسيبت لست على أكثر اعتقدوا لم تكن أزمة أكل عندنا ناس حابنون يستغلوا ونصفروا لآخروا ترجووا نحن لهم 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 لا تجل لا تجل لا تجل لن نرى لا تجل لهم لا تجل لهم مثال لما كانت أزمة وشانت نتحل أزمة أزمة لا تجل لا تجل أزمة فشا كنت på السميد إنهم يصدق بفرينة يقومون بفرينة كيفية السميد يقومون بكثيرا بسأل الزاد الأزمة نحن نحن نخلقه فيها لأن القضية قد يتعرضه طلب يقومون بسأل الزاد والذي يقومون بسأل المحافظة أم لا يقومون بسأل حقا لا يصدق الزجاج نطيفها في حضرة فشا كنحن إن لم تقوم بحضرة يجب أن يأكل الحم و يأكل فيجتاريا و يأكل فيغان لا يجب أن يطيب بالحليب يجب أن يطيب و هو السوق الذي يطيب في السوق لا أعطي فرصة لصماصرة البيزنسية الذين يخلقون أزمات في البلاد كان يطيب أن يسلط لك أجل البلاد إنه يجب أن يتنسلوا فرصة للمشاهدين و لكن الدعوة في البلاد خائنين يتحق كل شيء الحصاة رغم هذا الأزمة التي نعيش فيها لا أعطي بلدنا أخرى و إن شاء الله يسنقه لم تخرج من الأزمة لأريد أن يكون قائلين يبعد لينا فرصة للمشاهد أن يتغلوا الجنس ويستغلوا للمواطن الجزائري بشي خلقوا أزمات أنا بكني في مواقع التواصل الاجتماعي وصورتي دروكة لكس الموند ستوري والناس بللي يعني حتى بك يشوفوني يتبالهم بللي أنا نوري حياتي كامل أنا جدا مباسا الناس معلهم مش حياتي شخصية فائن كيش دايرة نبين جوانب منها اللي نحس بللي ممكن تنفع الناس مدانك نحكي نوري ولادي سمي تغيفين نوري ولادي أحبا نوري علاقة الأم مع ولادها كان يقول لي بزاف تعجبني علاقتك مع ولادك وممامهم دو موندي طلبوا مني ديري فيديوهات كيفاش ممكن نحصنوا علاقتنا ولا تكون علاقتنا قوية مع ولادنا يستغلين الحمد لله يعني باني علاقة مع ولادي علاقة ثقة وعلاقة هي عارفين بلي أنا مهم لكن صديقتهم يعني يا باتسو كيلونتونو أنا بنتي أي شيء ممكن يصالها تحتاج عندها لبزوان باش دي كل يوم تحكيلي وما تخاف باللي جوجي بلي رح نحكم عليها ورح تلموت نهارها ورح تكسرها هذيك العلاقة ممكن تبنيها مع ولادك كيفاش ممكن تبني ثقتهم في نفسهم كيفاش ممكن نحب نوريها كيفاش نوريك نروح في وياج سيبا باش نقول لنا شوفوني يا ناس اناس لي ما شوفوا في وياج باش نوري الجوانب ممكن كنت شفتها جميلة مثلا كنا مشينا الى ايطاليا والى الاسبانيا باش نوري أشياء جميلة كنت اكتشفتها اللي ممكن تعطي رغبة للناس يكتشفها وحتى اللي عندهم امكانيات يروح على الأقل يكتشف ثقافة واحد اخرى واماكن واحد اخرى كما يقولك كلمة يتنزه لذا كنت تروني في مكان حياتي لا فضلك أريد هذا السبب لا أريد أن أرى الناس أريد دعا ألا تتفكر انت أن تبليل الناس لأسف ما تكون هناك موقع تصل إلى شماعة عام ليس يجب علينا أن تؤمن الناس لأن الحياة تتبو وثير مانيفي تنبضي الصباح تنبضي شابات حياة شابات دارك شابة نرش لك علامة نعم، ليس هذه الحياة. الناس تصنع لكم جانب جميل في حياتها وكذلك حتى محي حياتهم لكن يرسمونه لأن الناس تريد تفرج كمناها لأنها تفرج بك نعم، نوري قليلا بسح محي كل شيء كيف تفرج بك؟ لا تفكير بزاف، الزوجة لأن الساعدة لا تشريش بالمال سيكون لديك حول الدنيا وكما قلت تكوني عايشة بيغة يستغبتها وانا لا ترى حتى تكوني مسكينة ومزلوطة نحن اللي ندول الدراهم لا يوجد دراهم قادر يكون لديك مثلا، لماذا كان عندك الدراهم؟ وليس سعيدة ستسجيق أي حاجة ما غاد يشتقنعك الانسان جنرالما اللي عندها دراهم بزاف ومشي سعيد سيكي تعلم اللغة يعني وش ما عندو اللي جامع كنتون لانكيش ستسجيق تقنعي بشي اللي عندك تقنعي، القناعة كنزلا يفنا وفعلا تقنعي بشي اللي عندك ودقولي الحمدلله اللي عند تلك شيء ممكن نحسن من حياتي لكن حتى لو ما تحسنش يعني خدمتو بوش ما ما تحسنش سني بالا فان دو مان راني دجا سعيدة في حياتي الحمدلله جي اللي بلس امبورطن أنا نقول الحمدلله عندي عندي اهم شيء عائلتي صغيرة وان شاء الله ربي يحفظها كي يقلي ما جوز كو جوولي صورة شي اللي كنت حباتو أي حاجة وعد اخرى شهرة او لا مال او شيء أنا نعتبر الرزق معند الله قادري مدو قادري ديه يعني قادر الليوم را عندي قادر غدوم يكوش عندي عادي كتكوني حاططتها في بالك كمانهاك تتخرجها من المال وغيز هاد الخطرة كنت بارتاجيت فيديو تحام زمان كي كونا عايشين يعني كونا عايشين يعني عشرين عام ثلاثين عام كنت نقول الحمدلله مكاش حدنا بزاف جزائريين مكاش حدنا مكاش حدنا عشنا بأمور بسيطة بصح كنا عارفينوا ممال السعادة قادر كنت يجيب اشراع ما تدري بهم بوبية وطفوا رحي وتوتى دك نهر غاية وتدخلي دراري مكاش عندهم يجيبو اللوح يجيبو كارو يقودو يدورو بي ونا اتي غير وشكونا وشكونا لا يوجد حسز لا يوجد حسز لما ترى ما يوجدهم لا يوجد سهل ليس مليح بشي أنا شكونا هذا الشيء الذي سنفقده في عمنا اننا نقنع بشي اللي عدنا نحاول نحسنه فيه بسعام ونقنع بشي اللي عدنا بوكو الاختيار التاني موسيقى أنا قادرة هنا يكون أعينة بجمعها عادي ما عنديش كام مشكل فريمون كالي يحزدوني اليوم زوجي بعدها مسكونا خطرانتي قاد يدوري بش ما يجيش الرجال أنا نحطرها أصير بسابع نوما بسمن آخر الحمد لله ما عنديش كام مشكل لأنه أنا إنسانة ما نكبرش المشاكل ونعطيها شكتر من حقها والشي اللي ما نقدرش نحلها مثلا هذا هو الشي اللي خلي الناس عندهم أرق بسكو يخموا واشي صرا لهم واشي صرا لهم واشي صرا لهم واشي صرا لهم مثلا عندي مشكل هذا المشكل قادر يغبني ودمرني ونبكي إلى هنا نفرغ كل شي نجع ما يتم إذن بعد نطوي الصفحة ماذا بد نفعل فيه سواء قد نحله واشي صرا لهم ثواء ما نقادش ونقلبه اللي ما يجعله ما نحبش نعيش رحي في الدراما ومن نحبش نعيش رحي نخمم في المشاكل الدنيا قصيرة والنهار اللي رح يتكو نبني ما نحبش نعطي الأشياء التي تصرا لي في حياتي أكتر من حقي سوف أدخل بأنه لا يوجد مشاكل، وفي كل مناس لا يعطونهم كثير من حقهم. هذه فعلا من رسالة أقولها، لا يتعطون الأمور كثير من حقها. لكن هناك كائنة من قربة اليوم، لا يقولوا ما يكون، يموتون يجبون في الدراما، لا يوجد مشكلة، تدور على المشكلة وتكبرها 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 وتحسس روحها بالله. كانوا يجبون أن يكونوا يجبون في الدراما، لا يكون ذاكرة، كثير من أن يكونوا أماما بمعنائية لهم، تريد أن تحسسوا في الحزن في كل مرة، يقولوا، هذا لا يسعر، لا تدور هذه القصة كبير من الحجمها. أحبا تلحق شهرازاد في هذا العام، أحلام تتولد في فوريا مجور، كل خطرات تخلق نفسك أحلام اللي تخليك كل مرة عايشة الشيء وعايشة الهدف لكن فعلاً والله بدوني فاغوا بين الأشياء اللي فعلاً في قلبي ونتمنى يا ربي يعني نشوفها في حياتي أنه ندون المطبخ الجزائري وأنه نروجوله وأنه نرضو فعلاً نطبخ الجزائري من أكبر المطابق في العالم ما نقولها غير باسكو الكاميرا كيف فعلاً نتمنى هالية والولاد بلادي والبلادي نعتبرها جهاد كما جدودنا جاهدون نعتبرها جهاد كل واحد عندها جهاد تعافش راي جهاد أنا نعتبرها جهاد في هاد الدنيا أنك عندك نبيوت بوموش كونسي تقسام هدف نبيل إن شاء الله يا ربي سينو هدف شخصية يعني هدف بزاف كونجي نحضرق عما كملش فعلاً على دوني بان دوني بان دوني بان شعرنا فعلاً بان شعرين قبل رمضان لكن الآن أنا فقط تصوير حصة القناة افريقية الحاجة اللي مليحة أنا قلتكم نحب نكتشف كل خطرة ونغني نغني الغيبير تغتعي بمطابق اخرى القناة الافريقية رح يكون رمضان حول العالم ورح نحكي على مطابق كثيرة لكن هذه الخطرة خدمت بزاف على الطبخ الإفريقي لأنه للأسف أننا نحن في قارة إفريقية لكن نظن بلي نجهلوا كثير على خيرات القارة الإفريقية الطبخ السنغالي المالي نيجيري نيجيري التشادي مطابق فيها مقادر اللي إحنا ما نعرفهم ولي ممكن يعني لو كفي تبادل بنادنا رح يغنينا ويجب أن نظر بها لأن الكوسكوس لدينا هاتف من أجل الناس من أجل السنغال وفي السنغال كوسكستاء وكوسكوس والميل كما أتحدث أن الكوسكوس الأول في العالم تصبح الواضح في فترة يجب أن يكون هناك تبادل مع مواد بيننا وبين الأفريق لأن هذه المواد تكون دخلوها لنا أكيد ستغني كذلك عندما نتبغتنا ستحل مشاكل كبيرة لذلك الأفضل على كيزين أفريكيين وكيزين أفريكيين موسيقى كذلك الكولينار يدبني تندس في كل مستقبلات YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat أنا أطلب من أشخاص لحفظكم لأن هذا الخدمة لكم ويجب أن تتحسين لكم لكن نحتاجكم كامل لتساهموا بشكل أو بآخر للترويج و التثمين المطبخ الجزائري تضعوا وصفات جزائرية كتبوا اختصاص جزائري وصفة جزائرية كيزين الجغيان بأي لغة تضعوا أشتاغ دلوا الأشتاغات أشتاغ طبخ جزائري أشتاغ وصفة جزائرية أشتاغ طراث جزائري لأنه بهادة الطريقة سنعرفوا أولاً الطبخ الجزائري لأنه أكيد تبقوكم من جالية أحد أخرى وإنما كنتوها مهما كانت المجال التعكم حاولوا كذلك تتفتحوا على كل مطابخ الجزائري يعني حتى لو كنت في الشرق دري مطبختي على الغرب دريت على الواصل دريت على الجنوب دريت على الوصول دريت من الشمال دري كذلك مطابخ بأحد أخرى لأنه بهذا الطريقة ممكن قبل الوقت قطراء يحمل الواد رح نغنيو راح نغنيو ونغنيو ونُفا دوني بلوس دو فيزيبيته نحن نخلو الطبخ الجزائري عندو ساحة وVزيبيته كبيرة في العالم العربي وفي العالم كل كما قلت مهما كانت اللغة اللغة إليك تحط بها فرنسية عربية إنجليزية للي كانت شكراً كانت قاعدة حلوة أسئلة ببالك لم تكن متعودة يطرحوها لي من قبل نوك بغافو لهاد المهنة تعكم إن شاء الله بكوت شكسي بالنسبة لإيكونيك تيفي إن شاء الله يا ربي من نجاح لنجاح نقول للناس تهلوا في روحكم حافظوا على التراث الجزائري والطبخ الجزائري نقول كامل اللي فام مقرية أمفو بصك إن شاء الله يجنعال اللي راح تنشحوا فيها نحبكم بزا بزا يا جمال هون كبرتوا في عيني على دقيكم